بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نارده إن شاء الله بإذن الله أشرح مع حضراتكم حروف العطف وحروف الجر حروف العطف الواو وثم وفاء حرف الواو يفيد الربط والجمع بيربط بين كلمتين أول حاجة هدى مثال صافر أحمد ومحمد أحمد ومحمد يعني اسمين والواو في الوسط بينهم صافر أحمد ومحمد أكلته التفاحة والموز أكلته التفاحة والموز بربط بين كلمتين من نفس النوع لهم نفس النوع ثم تفيد الترتيب والطراخي تفيد الترتيب والطراخي يعني فيها ترتيب والطراخي ده بس بالراحة بهدوء مش بسرعة يعني عملت عمل معين وأعدت فترة من الزمن وعملت العمل الثاني يعني مثلا زرع الفلاح القمح طبعا الفلاح لما بيزرع القمح بيقعد مدة عشان يحصده ثم حصده زهبت أم السوق ثم أحضرت الطعام بعد كده حرف الفاء الفاء بقى يفيد الترتيب والسرعة يفيد الترتيب والسرعة أعمل العمل معين والعمل الثاني بيجي وراه على طول مثال جاء الكطار فراكبنا دخل محمد فعلي السرعة الفاء تفيد الترتيب والسرعة يبقى الواو تفيد الربط والجمع ثم تفيد الترتيب والتراخي ثم تفيد الترتيب والتراخي الفاء تفيد الترتيب والسرعة الفاء تفيد الترتيب والسرعة هعطي لحضرتكم تدريب عشان نشوف الأمثلة كان توماس يسأل ويبحث ويجرب كان توماس يسأل ويبحث ويجرب أكل محمد الموز والتفاح الموز والتفاح جاء الكطار فراكبنا جاء الكطار فراكبنا دخل المعلم فالمدير الفصل السرعة الفاء تفيد السرعة دخل المعلم فالمدير الفصل زرع الفلاح المحصول ثم حصده ثم حصده الكواكب بها جبال وصخور رقع فسجد رقع فسجد السرعة رسمت سلمة لوحة ثم لونتها ثم لونتها استقبل العيد بفرح وسرور بفرح وسرور انقطع الطيار القهربائي فأصبح المنزل معتما أما الطيار القهربائي اتقطع طبعا على طول بسرعة أصبح المنزل معتما فأصبح المنزل معتما تناولها محمد شطيرة خبز وقبن فكوبا من اللبن ثم ارتدى ملابسه كي يذهب في زيارة إلى جدتي كده دي معانا كده حروف العطف هنروح للنوع الثاني حروف الجر حروف الجر بتنقسم عندي لنوعين حروف منفصلة وحروف متصلة حروف منفصلة وحروف متصلة الحروف المنفصلة من إلى عن على في الحروف المتصلة الباء الكاف اللام الحروف المتصلة بتصل بين الجمل وبعضها الحروف المتصلة بيكون حرف بيصل بين الجملة هدي مثلا على مثال على الباء هقول مثلا الملعب مزدحم بالتلاميذ الملعب مزدحم بالتلاميذ البنت قلقمر مهنة الطبيب مهمة لإنقاذ حياة المرضى مهنة الطبيب مهمة لإنقاذ حياة المرضى طيب أنا عندي أنا دلوقتي بدي التدريب ده التدريب ده منوع يعني مثلا يحلوا طالب في الصف الأول الثاني الثالث الرابع طيب أنا ديت ليبني أسئلة من دي ومش قادر يحلها الطالب الصف الأول البدائي ياخد جمل على قد عمره يعني ياخد جمل بسيطة يعني مثلا خرج العامل من المصنع ذهب الولد إلى المدرسة تشرق الشمس في الصباح الجمل متنوعة ما تزعلش لو ابن حضرتك مش قادر يحلها وحدة وحدة هيعرف يحلها وضعت الكتاب على المكتب نحصل على الدفء من الشمس دي تانية مثلا صافر محمد في رحلة إلى شرم الشيخ عرض المعلم الصورة على التلاميذ ذهبت إلى السركة مع صديقي نام سمير في الحافلة أخرج الساحر الأرنب من القبعة أخرج الساحر الأرنب من القبعة نشتر الخبز من المخبز نشتر الخبز من المخبز ذهبنا إلى جدتي نصنع الزبادي من اللبن وضعت أم العصير في الثلاكة بكده أكون خلصت معاكم حروف الجر يارب أكون فدتكم معلمة مفيدة أتمنى تشرفوني في القناة شكرا جدا لحضراتكم مع السلامة شكرا جدا لحضراتكم